كلمة ثبت في اللغة ثبتة بمعنى انقطع لكن بعد ما يكون فيه عمل يعني يكون فيه سابق وعمل ثم ينقطع عن العمل نقول ثبتة كلمة ثبت وردت في القرآن خمس مرات السبت يعني خمسة وسبتهم ويثبتون هاي صار عندنا سبعة هو أصلا عقيدة السبت في عندهم تفصيلات عند اليهود في التوراة تفصيلات حول السبت وهو مفتبط بالرقام سبعة وأكثر ورود لكلمة سبت ثبتهم يثبتون في السورة الثابعة بردو لليسورة الأعراف وأنت تشعر في من خلال كراءة القرآن أنه فعلا السبت كان شريعة مفروضة على بني إسرائيل هي من ضمن الأثقال اللي حملوها من ضمن الأثقال لأنه أحياناً كان يشدد عليهم في التشريع لذنوب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات إلى آخر فبظلم منه ربنا ولا تحمل علينا إصراً لأن الإصر فيه ثقل كما حملته على الذين من قبلنا ويبدو أنه من الإصر موضوع سبت عندهم أنه لما بدخلوا الأرض المقدسة فلسطين الأرض المقدسة فلسطين تغرس تغرس أرضها ست سنين وفي السنة السابعة شو بد يكون ثبوت للأرض لا يجوز زراعتها تترك حتى اللي بنبط منها يترك إلى آخره لمن؟ للحيوانات؟ للفقراء؟ ليس قضية المهم أن يزرعوش يزرعوش في السنة السابعة إذن كل ست سنين السابعة ست سنين السابعة ولذلك يشترون خضرة مننا ومزرعات مننا في السنة السابعة يزرعوش طبعاً لليوم المتدينين بالذات أما الملاحدة طبعاً يزرعوهم ليس قضية عندهم ومن شريعة السنة السابعة فكرة تفاصيل بتعنينا نحن لكن هذه القضية الآن بتعنينا نحن كل سبع سنين بتلاحظوا الخضرة عندنا هي بتحسن وضعها لأنهم بصيروا يشتروا من عندنا ليس يبيعونا لأنه في قسم منهم بزرعش المتدين يعني أو اللي بدي راعي السبت تمام والغريب لهم حيال ونحن سبق في درس قديم تحدثنا عن بعض حيالهم في الاعتداء على السبت لحد اليوم مثلاً في السنة السابعة مش بس بزرعوش ولازم المحلات مثلاً نفرض السوبر ماركت لا يجوز أن يكون فيها مثلاً خميرة لا يجوز أن يكون مثلاً خبز مخمة تفاصيل طويلة معناته بس كود داخل اللي في خميرة كثير اليوم الصناعات كلها طيب شو يعملوا هاي؟ هذه بلد وبلايين شو بيعملوا؟ بيجوا بيبيعوا إسرائيل كلها بيبيعوها لأن لاحظوا الان ليش بيبيعوها بيجيبوا شخصوا بتعاقدوا معاه بيجوز أبصل أكم مليار بيبيعوها بيجوز 200 مليار أو 300 مليار وغالباً بيبيعوها لواحد درزي تمام؟ طبعاً بتمضي السنة السابعة وهم بيصحلهم يعتدوا فيها لأنها ليست مملوكة لهم البلد في سبت كل أسبوع وفي سبت كل سبع سنين وسبعة في سبعة تسعة واربعين تصير تم سبع ثبوت لأنه تم سبع سبعات ففي الخمسين يسموها سنة اليوبيل وسنة اليوبيل هذه هي إلى أحكام نحن مش معنيين بهذه الأحكام الآن إيش أحكام سنة بس ممكن لو درسناها مضبوط نستفيد منها سياسياً مثلاً ممكن مش قضية إسرائيل شحاك له عدة كتب ينتقد الصهيونية هو يهودي ويبدو ترك البلاد يعني شعر بأنه هذه دولة باطل إسرائيل شحاك ترك البلاد وكتب عدة كتب ضمنها ذكر على قضية احتيالهم في موضوع السبت مثلاً هذه المزارع اللي فيها البقر بيجو الصبح شخص معه أو عدة أشخاص معهم سطولة مثلاً بلاستيك أو غيره بحطها تحت البقر مش البقر بيكون واقف فيه بحطوا سطولة تحت البقر وبروحوا بروح اللي حطوا السطولة تحت البقرة بروحوا سؤال هذول الناس يعتدوا على السبت؟ لا لأنه ما فيش من أحكام السبت إنه ما تحطوش سطل تحت البقر ما اعتدوش على السبت طيب بعد شوية بيجي بعد ربع ساعة إلى آخرين بمروا أشخاص فبكتشفوا إنه في سطولة تحت البقر بهمهم مش هما أصلاً سطولة موجودة ولا مش موجودة بس بيخطور في بالهم يريحوا البقرات لأنه ممنوع الحلب بس مش معناته البقرة تظل درتها ثقيلة فبينووا يريحوا البقر وبينتبهوش للسطول فشو بعملوا؟ بريحوا البقرات وشو قصدهم هما؟ يريحوا البقرات يا حرام لأنه تظلها يعني درتها بدون حلب بريحوا البقرات وبروحوا طيب حلبوا؟ لا إنما ريحوا البقر هما بس هو على فكرة الحليب نزل في السطولة اللي وضعين هذولاك الأشخاص اللي ما اعتدوا على السبت طيب وبعدين؟ وبعدين بروحوا بروحوا هما قصدوا إيش؟ يريحوا البقر طيب فجأة بعد ربع ساعة بمروا ناس بندشوا إنه في تحت البقرات اسطولة مليانة حليب بيحملوها هو ممنوع يحملها؟ لا وحطوها في الثلاجة ممنوع يحطها في الثلاجة؟ لا أنو فيهم حلب؟ ولا واحد أنو فيهم اعتدى على السبت؟ ولا واحد يعني صفة الدين إيش؟ الدين شكل معناته؟ نضحك على مين؟ ما هلبتوش؟ ما اعتدتوش على السبت؟ طبعاً وتصوروا أساليب كثيرة مضحكة هم بيبيعوا ماد إسرائيل لواحد درزي مشان لأنه فيه أشياء ممنوع ممارستها في البلد طالما هم بيمتلكوها فبيبيعوها البلد ببيعوها بكذا مليار آخر السنة بدفعش الزلمة فبيسترجعوها لأنه مدفعش خلال السنة بيكونوا إيش؟ لو دفع مشكلة ما سبينين بدو يجيب أهل أكم مليار هاي؟ ماشي؟ طبعاً تصير بينهم محاكمة بينما تروح السنة السابعة موسيقى